السلام عليكم و مرحبا بكم معايا مرة اخرى في القناة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معاكم طريقة حصرية لتلوين رقائق اللوز او للوز ايفيلي اللي غدي نزينو به العديد من الحلويات كذلك السابلي كبعض السيدات اللي مكيتوفرش على المواد اللي ممكن انهم يزينو بها فان شاء الله يعجبكم وتجربوه غدي نمروا بسم الله على بركة الله الاول حاجة عندنا في المكونات سرقة اقلوز القيمة اللي بغينا عندي الملونات هنا هي عندي البودغ وعندي كذلك الميغاغوم اللي هو عبارة عن جل بستاش ونكهاء اللون وعنتنا كذلك السائل اللي غدي نضيفه باش يعزز لي اللون او لا يخفف لي يدك الجل اللي غدي ينسخدم هنا اول حاجة عندي البودغ بنيسبة البودغ فهي صالحة للاكل هادو كل شي صالح للاكل كان اخدوه من عند باقي لوازم الحلويات كيكون عندو فوحد القريعة اولا فقنينة اللي كبيرة فاحنا كنحتاجون قليل دائما كناخدو قياسنا اللي كيعطيه لنا يعني القيمة كتكون دائما خمسة درهم عشر درهم مغربية على حسب اللي بغيتون تومة دائما ناخدو من عندو التاريخ انتاع الانتهاء نسقوه على القريعة اولا الحكيك ونحصاف دوبي باش نعرفو هكا التاريخ امتى يكمل خديت اللون بودغ كيف ما شفتو معي ضفت عليه القليل من الما ما كان كتروش بزاف كنحركوهم زيان حتى كيدو بودو كل حبيبات ضروري من هاد المسألة كنضيفو القيمة اللي بغينا نتاع رقائق اللوز وكمقاو كنلفو فيهم بالملاعقة بهذا الشكل هذا حتى كيتلبسو هنا انا ضفت الما كيف ما شفتو معي كان كافي شوية لبس لي رقائق كلها محتاجتش اناني استخدم الايد نساعي اذا جاكم ناقص غدي نشوفو معي كيفاش غدي نديرو بنسبل هاد اللون هادا فانا هنا استخدمت الفاغ بيستاش كان عندي البودغ فانا محتاجت هاد اللون هادا يكون خفيف باش يتماشى ليم على الوان كلها اللي انا استخدمت خدمت بالجيل او لا بالميجا روم يعني نكهو لون انتاع البيستاش وضفت القليل من الملوين الاخضر هاد الملوين هادا ما عطنيش دك اللون اللي بغيت انا يعني كين درجات فانا اللون اللي كان متوفر عندي ما عطنيش اللون ضفت هاد الجيل هادا فهنا اخواتي انا ضفت الجيل مع الملوين القليل خلطتهم مع بضياتهم وهنا يا كيف ما شفتوا معي اه بها الطريقة هادي هنا لانه جيل فغدي نحتاج شوية انتاع الخدمة غيب شوية بشوية هكا بضها نتاع الملعقة او ممكن ان انا نخدمه بالاصابع انتاعنا يعني غادي نشوفوا معي باش اناني نلبس هاد رقائق كلها بها الطريقة هادي اني فقط بشوية بشوية باش كنحافظوا على اه الحبات ما نكسروه مش بالنسبة للون هادا فهو اللون الفوشية ضفت ليه اه يعني هنا يكن اخده فقط نصف الملعقة الصغيرة اللي كتكون صغيرة او رأسها الملعقة اللي كتكون العادية الصغيرة اهنا ضفت كيف ما شفتوا معي غير القليل من الماء غدي نحرك مزيان حتى يدوبوا هاد الحبيبات هادو وغدي نضيف اللوز ونحركو هنا كيف ما غدي نشوفوا معي فما غديش يتلبس معي مزيان لاناني ما ضفتش الماء اللي كافي فغدي نسخدم كذلك الايد باش اللون اللي بقي مازال عندي في الزلافة او لا الصحن هو اللي غدي نسخدموه في التلوين وغيب شوية بشوية كيف ما ذكرت يعني غير فقط برؤوس الاصابع هكا كنحركو او لا كندمجو باش كيتلبسو معانا فمن الاحسن اخواتي من البداية كنضيفوه ماء الكافي وتقدروا تزودو القليل اذا لقيتوه يعني مازال خاصكم القليل من الماء هنا عندي الطاوة اللي وضعت فيها ورق الزبدة وغدي نبدا كنحط فيه بهالطريقة هاتي هنا ضروري اخواتي ان انا نبسطوه شوية بايدنا سبق لي وقدمت اللوز كونكاسي كذلك زريعة ملونة وكذلك زنجلان بالنسبة لها المسائل هادو كنفعونا باش ان انا كنزينو بيهم الحلويات اولا كنزينو بيهم الفطائر يعني كنسخدموهم في عدة حاجات ودائما اخواتي بعدو بين الالوان يعني من الاحسن ان انا نخليو كل لون بوحديتو باش هقدر ما كيتلاسقوناش اولا كيتخلطون لنا مع باضياتهم بالنسبة لاخواتي انا كنعطي فكرة فبالنسبة المسائل اللي كنت لونتهم جوني عليهم تعليقات اللي كانت انا موديش نقول سلبية لكن كل واحد من حقه انا كنعطي فكرة بالنسبة للنجلان اللي كان جوني علي بزاف انتع تعالق فهو كيتباع تقريبا بين 100 درهم مغربية حتى 120 درهم مغربية فكنحتاجوها في بعض الحلويات كيف كذلك تمر انا بالنسبة لي كيفما اذكرت اخواتي عطيت فكرة فكل واحد كدير اللي كي نعسبو وكيبقوا هاد المسائل استخدامات تعهم قليلة في الحياة تعنا اني ماشي دائما كنستخدموهم غدين تشوفوا معي الوصفات كذلك اللي انا درس بهم يعني هي قليلة فقط كبديل لبعض المسائل اللي ممكن اننا نزينوا بها بحكم ان بعض السيدات كنين في الغربة فما كيتحصلوش على كل حاجة او لا البدائل كتكون هي هاد المسائل هادي اللي انا قدمتها كمحتوى في القناة التاعي فاخواتي انا مكنتقلقش بالنسبة للتعليقات اللي بغى يخلي تعليق فيخليك ما بغى يكون انا كنتقبل اي حاجة هنا مني نحطيتم بهذا الشكل هادا غدي نكون متخلنا الفرن على 180 درجة لكن نخليه فقط على 140 درجة نحط في الرف الوسطاني وغدي نخليه تقريبا بين 20 دقيقة حتى 25 دقيقة شعر النار من التحت فقط كنكرر من التحت فقط ومن بعد كنخلي كنطفي النار وكنخلي هاد رقائق اللوز في الفرن مدة 10 دقايق فقط 10 دقايق وكننزولوها غدي نشوفوها معايا يعني طريقة تصطيب جد مهمة مكنشاش عليهم من فوق ابدا هنا بالنسبة لهذا الشكل هادا لانهو فيه جل فجل شوية ملاسق مع باطيتهما كلهم كيتلاسقوا لكن مره مره اخواتين طلوا عليه في الفرن نحاولو اننا نحلوهم هكا بيدنا شوية شوية فكيف ما تشوفوه معايا هنا فاش كان نفتتوه او كان نكسروه بيدنا فهو مقرمش ضروري اننا نحافظوه على طريقة تطيب بتاعه 20 دقيقة حسو 25 دقيقة كلها اختي على حسب الفرن بتاعها وكذلك يعني نحتارمو اننا ما نشعلوش عليه من الفوق وبغيناش يتحمر فقط بغينا ان ذيك الرطوبة كتزول منو وكيولي لنا مقرمش كيف ما شوفو معايا هنا الالوان هذي كانت الحباتها متفرقة ممكن انها بعض الحبات متلازقة فاخواتي غادي نوريكم بعض الوصفات لانني عفوان لانا جربتها كان منها اللوز كونكاسي اللي هو هذا زينت به التمر بريستيج كيف ما شفتو معايا وكذلك عندنا الكاك هذا اللي هو بالكاسترد او الكخام باتيسيا عندي الكاك نسعد التمر غادي نساك لكم الروابط نسعده كاملين وانتنا زنجل اللي كان ملون اللي اللي زينت به التمر يعني كيلق في المناسبات يعني بشكل جميل وانيق وراقي وعندنا كذلك زريعة اللي بهذا شكل هذا اللي تلق لنا كذلك للخبز لبعض المقابلات اللي كيف ما شفتو معايا وهنا اخواتي كيف ما شفتو معايا ممكن سبلوه بالورد المجفف البلدي لانه بعض المرس كي ينشف او لا كي يجف معايا وممكن بقاش عطينا يعني نفس اللون او لا نفس يعني اللون اللي مطلوب عفوا فاسمحوا لي كان هدا هو رقاء اقل نساع اليوم ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوه الى لقاء في وصفة من وصفاتي